يعني أنا مش عارف الأزمة اللي ربطة الأندية حطت نفسها فيها من بداية الموسم ألا وهي أن أصبح يتم اختيار لعب الجولة من خلال التصويت فيا جماعة أنا بوجه رسالة لربطة الأندية خلوا لعب النادي الأهلي ياخد جايزة ودخلوا ثلاث لعبين آخرين من الأندية الأخرى تتنافس على تصويت الجماهير لأن بعد ديانجي الأسبوع الأول حمدي فتحي باكتساح فوق 90% وللأسف جامهير النادي الأهلي ما كانتش راديا كمان عن التصويت وكانت شايفة أن 90% أو 91% ده قليل أيضا ومحتاجين أنهم يعلوا نسب التصويت فأنا بصراحة شايف أن ربطة الأندية في مقزة كبير جدا ما يتعلق بلاعب الجولة لأنها أصبحت خلاص محفوظة وتمنى ما يتم اشتغير القواعد بالزبط لا هما لو هيغاروا القواعد يبقى فيه لعب من اللي ياخده وتلاث لعبين آخرين يتنافسه ولكن منتكلم بشكل واقعي بعيدا طبعا عن الفكرة أو الأسقاط مفهوم ولكن بشكل واقعي أنت حطيت لي نظام أتمنى ما تجيش تغيرها عشان جمهور النادي الأهلي بيصوت بشكل كبير أنت حطيت أن الجمهور يكون قاعدة وأنا بحتكم لي وده بيحصل تسوقان في الدنيا كلها مش عشان أنا عندي قدرة غير تنافسية مع أي حد يعني محدش يقدر عليها فنبدأ نلاقي فجأة القصة بتضغير خالف أنا شايف أن الفترة القادمة هيكون يعني بعض الجمهور هتمتنع عن التصويت لأن الموضوع هيبقى محصوم لجمهور إنال أهلي واللعب إنال أهلي لعب الجولة وبما يناب نتكلم عن أفضل اللاعبين طبعا لما تيجي تتكلم عن أي نجم أو من نجم المباراة هتلاقي ناس كتير جدا لكن أنا استوقفني محمد عبد المنعم تحديدا محمد عبد المنعم خلينا نستعرض أرقامه الأول بعد أن نتكلم يعني عن اللي عمله محمد عبد المنعم التمرات القصيرة نسبة 100% دق التمرات 100% فيه قراء محمد عبد المنعم يعني في البلدب بيرقص ثلاث لعبين في المباراة زيدي جمهورية الملعب متأفل إلا بعض الأماكن الخوائية في مدرجات نادي الزمالك وبيطلع بالشكل ده في مباراة مهمة زيدي استخلاص القراءة 15 مراوغات صحيحة الاثنين قطع القراءة 9 تصدي التزدات واحد التحامات هواية فاز 2 من 4 فقد القراء مرتين فقط لغير محمد عبد المنعم ليه وقفت عنده متولي أكيد أجاد وقدم مستوى رائع جدا في المباراة دي ومن أفضل مستويات محمود متولي لكن محمد عبد المنعم هيعمل عملية هيخضع لعملية في الأنف اتعرض لإصابة قبل مباراة نادي الزمالك فتخيل ربنا يحميه بيلعب المباراة دي وهو مصاب ومحتاج يعمل عملية ويكون بالتركيز ده واضغط على كلمة تركيز أنه هو يكون عارف أمتى الطايم بتاعه مظبوط جدا أنه يقطع الكرة أنه يسبق سيف الجزيري ما شوفناه سيف الجزيري يعني إفريرا ساعدنا كتير جدا بالفورميشن اللي كان عامله من وجهة نظري يعني أفقد لعبيه كل قوتهم والإيجابيات اللي عندهم لكن للأمانة محمد عبد المنعم عمل مباراة تتحطي في السيفي بتاعه لما يقول بعد 10 سنين و20 سنة يبقى دي مباراة من ضمن المباراة اللي نتمنى تكون كتير في تاريخ محمد عبد المنعم مباراة هيلة جدا متأكيد حمد فتح يا جاد السلاجات كلها يبقى تكلمنا عنهم لكن تحديدا إصابة محمد عبد المنعم ويلعبوا هو مصاب بالتركيز ده محمد عبد المنعم وخضوها من نقيدة قعدة المدافع الأفضل في مصر بفارق شاسع جدا 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 عن أقرب مدافع ممكن يتنافس على أنه يكون التاني بعد محمد عبد المنعم داخل مصر فحد بيكلمني عن حجازي قلت أنا أكون متصق مع ذاتي حجازي أفضل مدافع لا أنا أتكلم في الداخل مصر في الدوري المصري لأن البعض طب البعض بينسى حجازي لما بيجي قول لعبين تانين ومدافعين تانين فإحنا لا بنؤكد أن محمد عبد المنعم في مكانة مختلفة أداءه كان أداء هيل جدا أفقد سيف الجزيرة أي قدرة على أنه يعني يظهر في المباراة مجرد حتى الظهور فأداء هيل جدا نتمنى لك السلامة نتمنى له بس السلامة الأول نتمنى له السلامة وإن شاء الله يعود للملاعب سريعا وعملها موفقة وعندك محمد عبد المنعم فأنت عندك قلب حديث طبعا قلب الأسد ولكن نقطة مهمة بالنسبة له اللي احنا بنقوله ده أسامة مش استثناء يعني ده مش لاعب بادي السيزن وجيت لقيته نور قوي في ماتش الزمالك فنيجي نمسك له في لقطة هنا ونقول محمد عبد المنعم وندي له ثقة محمد عبد المنعم في الخمس ماتشوات كمجمل هو في رأيي ورقميا هو الأكثر تأثيرا على المنظومة الدفاعية في النادي الآلي بالإجاب تاني أكثر لاعب استخلاص الكرة في مباراة المنستيري تاني أكثر لاعب استخلاصها للكرة في مباراة الإسماعيل الأكثر أمام أسوان والأكثر أمام الزمالك إذن اللي بيقدمه محمد عبد المنعم الكرف بيقلة وسجل هذا في الفوز ولكن محمد عبد المنعم في نقطة مهمة محمد عبد المنعم لو تحلى بالثقة وأبعد عنه الغرور لإمكانيات محمد عبد المنعم يا جماعة واللعيبة اللي في السن دايب عندها الإمكانيات دي طبعا من الممكن إن إمكانياتهم تخليهم يشعروا بقدر من الغرور ولكن محمد عبد المنعم إذا تحلى بالاتزان والثقة هو زي مؤسما قال لكم أفضل مدافع في مصر بمسافة كبيرة جدا لأنه عنده من المرونة والقدرات اللي مش عنده غيره ده كده فارس وأنا يعني أتعشم في الثقة دي خاصة أن محمد اتطور اتطور على الناحية النفسية محمد كان بيأخذ عنه الفترة الموسم الماضي العصابية إزاي ده؟ لا المرة دي الدنيا أهدى بكتير وإن شاء الله يكون مركز وإن شاء الله يعني يقدم مستوى متميز ويرجع بقالف سلامة